موسيقى تعيش مخيمات تندو في الأوينة الأخيرة موجة احتجاجات كبيرة ضد قيادة جبهة البوليساريو مصادر من المخيمات أكدت أن هذه المظاهرات قوبلت بقمع من طرف عناصر أمنية من البوليساريو والمخابرات الجزائرية ولتعمق أكثر في تفاصيل هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف من جديد الخبير في شؤون الأمنية الأستاذ محمد بن حمو مرحبا بك من جديد أستاذ بن حمو مخيمات تندوف تشهد منذ أشهر مظاهرات متواصلة وحركة احتجاجية واسعة كيف تقرؤون هذه الاحتجاجات ضد قيادة البوليساريو هي احتجاجات أصبحت تتصاعد بشكل كبير وأصبحت كذلك بشكل شبه دائم لأن الشباب هناك أولا أمام مظاهر الفساد التي غبطت على كل المظاهر في المخيمات وكذلك الأزمة الإنسانية والأوضاع المزرية التي يعيش فيها المحتجزون بالمخيمات وكذلك أمام المطالب بالتغيير لأن داخل المخيمات هناك مطالب كبيرة سواء في صفوف الشباب والنساء بالتغيير وكذلك ما يشكله القيادة التي هي الآن قيادة البوليساريو من مظاهر الفساد فهناك يعني العديد من الأصوات والعديد كذلك من تقارير الدولية التي تؤكد بأن الفساد عارم وأن عبد العزيز المراكشي وزوجته وأولاده وبعض قيادات المقربة منه تستفيد من كل التحويلات اللاشرعية واللامشروعة للمساعدات الإنسانية في المخيمات وكذلك يعني تعيش على أزمات المخيمات وعلى الوضع المزري للمخيمات ولعل في آخر مقال للسيدة أنيكا بورغ من السويد وهي شخصية معروفة وراهبة ومقربة من الكنيسة تؤكد بشكل صريح هذا الوضع وهذه الاختلالات التي تعرفها المخيمات طيب يعني إضافة إلى كلامك أستاذ بن حموي تسود داخل المخيمات حالة من اليأس بسبب طول أمد الصراع والحالة السيئة وكذا بسبب التعامل السيء لقيادة البوليساريو مع الساكنة هل نحن على أبواب مرحلة جديدة ربما تتغير فيها قواعد اللعبة داخل المخيمات أكيد أننا دخلنا في مرحلة جديدة فهناك فئات عريضة من الشباب والذين ولدوا في المخيمات والذين يعني عاشوا خلال العقود الأخيرة بدون أفق وفي وضع إنساني مزر وبامتهان كبير لكرامتهم وكذلك يعني بعدم احترام لحقوقهم وعاشوا كذلك تحت العنف والترهيب الذي تمارس عليهم قيادة البوليساريو وعاشوا كذلك في حرمان شديد وأمام فساد عارم من القيادة البوليساريو وبدون أفق لذلك فنحن في مرحلة جديدة أكيد أن يعني العنف الذي تواجه به كل الاحتجاجات وكذلك يعني القمع الذي يصلت سواء ونحن لاحظنا بأن العديد من الضحايا هم من الشباب ومن النساء حتى من الأطفال الذين يعني تعرضوا الاعتداءات ولعل فيما تعرضت له أطياف من قبيلة الببيهات في الأيام الأخيرة خير دليل على أن قيادة البوليساريو تمارس قمعا شديدا وتحاول أن تواجه بترهيب خطير جدا مطالب الإصلاح ومطالب التغيير لأن اليوم الشعار داخل المخيمات هو رفض الفساد الذي يمارس والذي يستفيد منه قيادة البوليساريو وكذلك مطالب التغيير وهذا يعني يؤشر إلى أننا دخلنا في مرحلة جديدة تسعى البوليساريو ومعها الجزائر التي تدعمها في عملتها القمعية إلى خلق تمويهات جديدة وخلق كذلك توجهات لحجب النظر نحن لاحظنا بأنه في الأيام الأخيرة هناك تلويح من طرف البوليساريو إلى القيام بعمليات عسكرية بجوار الجدار الأمني وهي كلها محاولة أولا لتشويش على المنتدى الذي ستعرفه مدينة الدخلة الدولي وتانيا كذلك لصرف الأنظار عن ما يقع داخل المخيمات طيب لنتحدث قليلا عن المساعدات الإنسانية للساكنة داخل المخيمات هل من تأثير للتقرير الذي صدر مؤخرا عن الاتحاد الأوروبي حول هذه المساعدات أستاذ بن حمد للأسف شديد أن هذا التقرير يبدو أنه عانى منذ إنجازه إلى غاية الآن يعني من تعتيم كبير ولكن هناك أصوات عدة لأنه لاحظنا بأنه رغم صدور التقرير في سنة 2007 فلم يتم هناك أي إعادة نظر في هذه المساعدات سواء في حجمها أو في نوعها كما أنه لم يتم هناك الدخول في ما وضع كنقط جوهرية وهي فتح المخيمات أمام إحصاء جدي وإحصاء حقيقي للساكنة المحتجزة في المخيمات وكذلك تقدير طبيعة هذه الاختلالات فبالتالي نلاحظ بأن الجزائر والبوليساريو وخاصة جزائر تسعى إلى أن تجعل غطاء حديديا على كل ما يمكن أن يكون من تدعيات لهذا التقرير ورغم ذلك فهناك أصوات عدة أصبحت تسمع ولعل آخر صوت هو الذي تحدث عنه من قبل لسيدة أنيكا بورغ من السويد وهي شخصية معروفة وفي مقالها أكدت وهي شخصية تنتمي لأنها راهبة وتنتمي للكنيسة الأنجليكانية وكاتبة كذلك فبالتالي لها أخلاقيات للدول الشمالية وبالتالي هناك الآن صرخات بوقف الوضع الفساد الذي تعرفه المخيمات ومطالب للإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لأن تتوقف بشكل دقيق عن ما يجري داخل المخيمات وعن تتبع المساعدات للمخيمات وظاهرة خطيرة أخرى تحدث داخل المخيمات كذلك أستاذ بن حموي العديد من المراقبين في الأوين الأخيرة تحدثوا عن استقطاب الشباب من داخل المخيمات للانضمام إلى الجماعات المسلحة كيف تنظرون إلى هذه النقطة؟ هذه نقطة خطيرة جدا لقد تم في وقت سابق وخاصة عند انطلاق حرب الراحل القدافي على شعبه الليبي أن دخل العديد من عناصر البوليساريو في صفوف كتائب مرتزقة إلى جانب كتائب القدافي وبعد ذلك لاحظنا بأن هناك تقاطع وكذلك دخول للعديد من عناصر البوليساريو سواء داخل شبكات جريمة الدولية العبر الحدود وبالأخص منها شبكات تهريب الكوكايين التي تأتي من أمريكا اللاتينية ونحن نعلم أن كرطيلات وشبكات تهريب الكوكايين التي تأتي من أمريكا اللاتينية هي بحاجة إلى شباب يمكن أن يساعدها على التحرك داخل هذا المجال والشباب في المخيمات يتكلموا الإسبانية وبالتالي له قدرة على التواصل معهم ثم كذلك إشكالية المرتبطة بالحركات الجهادية والحركات الإرهابية ولاحظنا أنه بعض الحركات سواء التي هي قائمة في منطقة الساحل والصحراء أو حركات جديدة هي أصبحت تستقضب العديد من الشباب فبالتالي نحن أمام بؤرة حقيقية والمخيمات أصبحت حقيقة تقبا أسودا في المنطقة يهدد استقرارها ويهدد استقرار العالم معها نعم طيب ذكرتم قبل قليل الجزائر مصادر أكدت أن عناصر من المخابرات الجزائرية شاركت في قمع الحركة الاحتجاجية والمتظاهرين في داخل المخيمات كيف تنظرون إلى ذلك؟ ما هو تعليقكم؟ أعتقد أن هذا أمر ليس جديد فالمخيمات هي محاصرة من طرف الجيش الجزائري والمخيمات تنتهك فيها أبسط الحقوق لهؤلاء المحتجزين والجيش الجزائري والمخابرات الجزائرية هي حاضرة في كل محطات قمع وترهيب هؤلاء الذين ينتفضون ضد قيادة البوليساريو أعتقد بأن المنتظم الدولي عليه أن يتحمل مسؤوليته والمجتمع المدني الدولي كذلك والمنظمات الحقوقية الدولية عليها أن تتحمل مسؤوليتها كفى من محابات الدولة الجزائرية فقط لأنها تدفع شيكات وأنها للأسف الشديد تحاول أن تفرض واقعا مغيرا للواقع الذي تعرفه هذه المخيمات وأعتقد بأن خروج العديد من الفاعلين الدوليين من موقف الغموض ومطلب الذي هو مطلب بسيط بفتح المخيمات أمام المنظمات الدولية وأمام المنظمات الحقوقية وأمام كذلك إحصاء لهذه الساكنة وإعطاء ساكنة المخيمات أبسط حقوق وهو حق الاختيار الطوعي في البقاء داخل المخيمات أو الخروج ومن هذه المخيمات هو أبسط حقوق التي يمكن من خلالها أن يكون هناك ضغط على الجزائر للخروج من المعزق الذي تعيش فيه المخيمات وخاصة من الوضع الإنساني المزري الذي يعيش فيه المحتجزون الخبير في شؤون الأمنية الأستاذ محمد بن حمو شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات القيمة وشكرا لحضورك معنا اليوم شكرا لك